الرجل الذي صلى في ثوبه نجاسا ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة صلاةه صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أنه اصدها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاةه صحيحة لقول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطانا فقال الله قد فعلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر فأخبره أن فيهما قدرا فخدعهما ومضى في صلاته ولو كانت الصلاة تفضل بالنجاسة مع الجهل لستانف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الجديد